هل حقيقة ما يقال أن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان يصنع تمثالا من العجوة وحينما يجوع يأكله؟ هل حقيقة أن عمر بن الخطاب وأدى ابنته وهو يأدوها كانت تنفذ الترابة من على لحيته؟ هل حقيقة أن علقام هذا الصحابي الجليل كما تقول الكتب كان عاقا لأمه وتغرغرت روحه في حلق لم تخرج إلا إذا سمحته برم بوالدته؟ وهل حقيقة هناك صحابي يسمى عالقامة أكاذيب القصاص في من يكتب التاريخ فاصلا واصل كونوا معنا هل صح قول من الحاكي فنقبله؟ أم كل ذاك أباطيل وأسمار؟ في دنيا الناس صفحات سترها التاريخ على نحو مضلل من قسم التاريخ إلى حقب زمنية؟ من وضع سمات كل فترة تاريخية؟ من الذي زور؟ من الذي كذب وحور؟ وما من كاتب إلا سيفنى؟ ويبقي الدهر ما كتبت يداه؟ فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه؟ من يكتب التاريخ؟ قصص كثيرة تناقلتها الألسن وتطايرت عبر أسنان الأقلام عبر القرطاص والورقة والقلم لتسطرها صفحات تاريخنا وتلوكها الألسنة ألسنة القصاص أو الدعاء أو الدعاة الإسلاميين كما يسمون أنفسهم في العصر الحديث نقلا عن الكتب القديمة شوهت صورة تاريخنا وشوهت جزءا كبيرا من الصحابة حتى التعليم الإسلامية ثم أن هناك من القصص هذه قصص مفترى مختلقة لا أساس لها من الصحة والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل حصن النية يافي بالغرض في مثل هذه الأمور؟ ولما كان الموضوع شائقا وشائكا فتحنا له هذا الملف بعنوان أكاذيب القصاص نرحب بحضرتكم ومع أن نرحب بضيفنا الكريم الدعاء الإستامية الكبير فضلت الشيخ الدكتور خالد عبد العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرحبا بكم في من أكتب التاري بارك الله فيكم حياكم الله حياك الله وحياك الله وبيك الموضوع فعلا شائق وشائك حقيقة يعني قصاص دعاء ألسنتهم طيبة يكون الكلام بشكل معصول فتنخدع الأفئدة وتجري خلفهم القلوب وتلهث بذكرهم الألسنة وكل ما يقال أو بعض ما يقال أو كثير مما يقولونه لا أساس لهم من الصحة أكاذيب القصاص دكتور خالد من هم القصاص بداية أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقين والصلاة والسلام على المبغوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الشريعة الإسلامية تخاطب فينا جانبين العقل والقلب أو العاطفة لا تخاطب جانبا على حساب الجانب الآخر القصاص هم الذين يتكلمون على جانب العاطفة يعني عامة حديثهم عن القصص والحكايات دون أن يتثبتوا من صحتها وهل هي وردت أم لم ترد ولكن من نسج الخيال يريدون أن يدندنوا على العاطفة حتى يستدروا الدموع من العيون لذلك يأتون بقصص من نسج الخيال فيلتف حولهم كثير من الناس لأن الناس دائما تأنس إلى القصص ولا سيما في هذا الزمان القلوب أصبحت قاسية وقل أن تجد دموعا تذرف من عيون خاشعة لذلك يأتون بهذا القصص من نسج الخيال حتى يدغدغوا هذه العواطف فالقاص أو القصص بغض النظر عن منطق الصوب أو الخطأ أو الحلل أو الحرام الذي كانت تحمله القصة في طياتها بالضبط القصة في شريعتنا محمودة أو مذمومة تحمد القصة إذا كانت صحيحة لها أصل في الكتاب أو السنة لها سند معلوم منضبطة بضوابة الشرع لا تصادم نصا أو لا تصادم حكما شرعيا أما بعض القصص من نسج الخيال والأوهام فبعض القصص يأتون بها حتى يأتون بكل طريف وعجيب وفريد وغريب ونفس دائما ملعى بهذه الغرائب والطرائف لاستمالة القلوب حسن النية يكفي في هذا الصدد؟ حسن النية هنا لا يكفي بسبب أن بعض هذه القصص تخرب العقول وتخرب الأفئدة وتهدم الشريعة وتأتي بأحكام شرعية فاسدة في ثنايا هذه القصة الأمر الآخر هل أصبحت النصوص الصحيحة عقيمة لا تؤثر في قلوبنا لا لكن حتى الصحابة طلبه يعني ما أصبحت لكن الصحابة طلبه من الرسول قصص فأنزل الله صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف أوائل سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص هناك قصص في القرآن وهناك قصص في كذلك فلا حرج أحسن هذا ما نؤكد علي أن القصص على وجهين قصص محمود وهو الذي جاء في الكتاب والسنة نعرف سنده ونعرف أصلاح السنة الصحيحة وهناك قصص مذموم وهو الذي يخترعه بعض الدعاء أو القصاص أو الوعاظ من نسج خيالهم أو يأتون إلى قصة صحيحة ثم يضيفون ويحذفون ليأتوا بسيناريو كما يقولون أو بصورة تبهر العامة فالناس يتعجبون وينبهرون هذا في الحقيقة على المدى القريب أو البعيد أحدث فوضى في هذه الأمة وبعثر جهود أهل الحديث ممن غربلوا هذه القصص هذه القصص وعلى صنع الجرح والتعديل أو علماء الرجال وكتب التراجب أنا أدف إلى الموضوع باشرة لأنه في قصص حقيقة يعني هي مشهورة وتلوكها ألسنة الدعاء ويرددها العام والمشاهدين المستمعين الكرام حتى تعمل فئدة من هذه الحلقة ونستغل لكل ثانية في حوارنا مع فضيلتكم قصة الصحابي الجليل على القمة تقول كتب التاريخ إنه كان عقا لأمي وهو في سكرات الموت يغرر بالروح ولم تخرج روحته وشدت سكرات الموت فأرسل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أرسله إلى أمه حتى تسامحه فسامحته فخرجت الروح مدى مصداقية هذه القصة وهل هناك صحاب يسمع القمة بالفعل أو لا قصة كثير جميل وأولا نسمع القصة من خلال الكتب التاريخية التي وردت نعم هي هذه القصة ذكرت في كتاب الكبائر للإمام الذهبي ولكن طبعة محددة طبعة الشيخ محمد عبد الراززاق حمزة لكن بعد التحقيق النسخة المخطوطة للإمام الذهبي ليس فيها هذه القصة عجيب لأن الإمام الذهبي عالم كبير ومحقق ومن المحال أن تخيل عليه مثل هذه القصة المكذوبة فيضعها في كتابه لا انتظر هذاك أشرت إلى نقطة في غيث الأهمية النسخة الرئيس المخطوطة ليس في هذه القصة نعم المحقق إما دسها وإما أنه اخترعها وإما أنه رجع إلى أمر ما فدس هذه القصة على الكتاب لكن المخطوطة أصلية إذا ما قالها الإمام الذهبي ما قالها الإمام الذهبي وليست في المخطوطة الأصلية إذا رجعنا للمخطوطة هذا بالتحقيق هذه القصة لما ذكرت أولا فيها كذاب وفيها وضاع وفيها متروك قل للقصة ماذا تقول القصة تقول أن هناك واحد يسمع القمى والعرف فكرة في الروايات المذكورة ما ذكروا اسم على القمى يعني حتى الذي كذب ولفق هذا الاسم جاء به من عنديات نفسه لكن حتى الروايات التي ذكرت فيه الكتب وهي روايات فيها كذاب ومتروك ليس فيها اسم على القمة قل لي الرواية عندك نموذج نعم أو قل لي ماذا تقدر هذا الرجل هو يسمع القمة كان عاقا لأمه وفي بعض الروايات المتسوسة أن يفضل زوجته على أمه فلما احتضره احتبس لسانه ما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله فالرسول عليه السلام قال اذهبوا إلى أمه لينظروا إلى أمه هل كانت غاضبة عليه فلماذا انحبس لسانه فكان هذا الولد عاقا لأمه وأمه غضب عليه طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها هل تريدين أو ترضين أن يلقى على القمة في النار وأن يعذب في النار وإن سنحفر له حفرة ونأتي بكذا ونحرقه فقالت لا أرضأ فالرسول عليه السلام استرضاها فرضيت فلما رضيت انفك لسانه ونطق بالشهاد ظهر القصة جميل القصة طيبة على فر الولدين وعدم وقوق الولدين أنت حينما تسمعها شيء مؤثر أنا أكلم أمي الآن عبر الهاتف أحسنت يعني هي بر الولدين أمر جميل ونحن مدعونا إليه لكن أليس هناك في القصص الصحيح لكن مثلت قبل القصص الصحيح لماذا تعترضون على هذه القصة ما الخلل الذي فيها الخلل الذي فيها أولا أن فيها هذا المتروك اللي هو اسمه أبي الورقاء فائد بن عبد الرحمن العطار هذا الإمام أحمد رحمه الله قال أنه متروك وأيضا فيه كذاب اسمه داود بن إبراهيم هذا كان يكذب ويضع الحديث الأصل عند علماء الحديث أن السند إذا كان فيه متروك وكذاب ووضاع تحرم الرواية حتى لو كانت في فضائل الأعمال كهذا الرجل اسمه ابن أبي مريم الذي وضع أحاديثا في فضائل سور القرآن الكريم فلما كلموه قال أنا لا أكذب على رسول الله ولكن أكذب له رأيت الناس معرضين عن كتاب الله فوضع هذه الأحاديث هذه الأحاديث لا تجوز دروية مثل هذه الأحاديث تحرم عند علماء الحديث وإن كانت تدل على فعاد الخير قراءة القرآن الكريم وإن كانت لماذا لماذا هنا العلم لأننا إذا بدأنا ننسج من عنديات خيالنا قصصا موضوعة سنزهد بعد ذلك في النصوص الصحيحة لكن هناك نصوص من السنة تحدون على قراءة القرآن أو فضائل سور القرآن بالضبط هناك نصوص صحيحة وهناك أيضا آية ترغبتنا في قراءة القرآن الكريم في هذه القصة فيها كذاب ووضع نحن ذكرنا الذي هو أبو الورقاء فائد من عبد الرحمن العطار هذا متروك عند علماء الحديث وهناك أيضا إبراهيم داود بن إبراهيم هذا في سند الحديث وهذا كان يكذب إذن سند فيه كذاب وفيه متروك لا تحل الرواية نحن نقول كبار الدعاء حينما نسمع منهم هذه القصة وهم لهم شأن أي ما شأن قد يتبضل إلى ذهن واحد مننا ألا يعرف هذا العالم الجليل أن هذه القصة موضوعة أو غير موضوعة هذا ما يحزننا حتى أنها انتشرت في الانترنت كانتشار النار في الهشي صحيح وتجد الناس يتناقلونها حتى أصبحت ثقافة أصبح من يريد أن يعلم أولاده البر يحكي قصة على القمة مع أمي وبالتالي سيغيب النصوص نحن نقول للدعاء حققوا فيما تقولون قلوب الأمة آمانة الأمة حينما تعطيك عقلها وقلبها مثل الإناء أن تتضع فيه ما شئ أقل القليل أن يبحث في هذه القصة وأن يتعب قليلا وأن يعاني وأن يسأل وأن يتحقق قبل أن يقول ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول السلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بس جزئية بسيطة أن في موضوع البر بالذات لمحة بسيطة إلى القرآن الكريم بر إسماعيل بأبيه في أمر شديد كالذبح وقال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين أنا أقول لو أننا أمعنا الفكر في مثل هذه النصوص الصحيحة لاستنبطنا عجائب وفوائد جميلة من نصوص صحيحة بس عرفتك سيدنا إسماعيل رجل وأبو إبراهيم رجل أما إذا دخلنا عنصر نساء في القصة فربما يكون لها حبكة أيضا هذه أم وتلك كذا وتبكي والرسول يقول نحفر حفرة ونحرقه فتقول لا سيناريو هناك نصوص ذكرت فيها الأم يداغب دول عواطف والمشاعة هناك نصوص ذكرت فيها الأم طيب يعني حارثة لما الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا حسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نائما فسمع قارئ أن يقرأ القرآن في الجنة فقال من هذا قالوا حارثة قال ذلكم البر ذلكم البر تقول عائشة رضي الله عنها وكان حارثة من أبر الناس بأمه أحسن طيب نحن نصوص جميل إذن علقما وعقوق الأمه قصة مكذوبة نعم ولا تحل روايتها ولا تصح أحسن طيب يروى أيضا من خلال كبار الدعاء وتتناقلها الأوراق والكتب وعالإنترنت بشكل كبير جدا الذي طلق مرأته وذهب إلى الصحابة وإحدا مثل والآخر يقول طلقت مرأتي إلى حين فالكل فسر الحين من منظوره هو أنا أود القصة منك ويعني رواية عن بعض الكتب وتحل المصادر والمراجع ومدى مصدقية هذه القصة أولا هذه القصة لم ترد إطلاقا في أي كتاب من كتب السنة ولا كتب التراجم ولا الآثار ولا التاريخ وأنا شخصيا بعد عناء شديد ما وجدتها إلا في كتاب اسمه شرح الأربعين النووية للجرداني وذكرها بغير سند وهذا القصة فيها من الطمات والمصائب الكبرى لأن فيها طعن في الخلفاء الرشيدين الأربع القصة تقول أن رجل انطلق مرأته وقال لها أنت طالق إلى حين واستحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هو صحابي صحابي هكذا تقول يعني الرواية المكذوب والكتاب عندي فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له امرأتك طالق إلى يوم القيامة ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال معذرة هو عشان يمكن المشاهدين معنا فوض التقارب كل واحد من الصحاب يفسر إلى حين من منظوره هو من خلال أي القرآن الكريم ورغم هذا تفسير خاطئ حتى حتى إلى حين لا يفسر بهذا تمام إذن أبو بكر فصر إلى حين حتى حتى يوم القيامة وهذا تفسير خاطئ وغير صحيح طيب للقرآن الكريم يعني قل القصة إجمالا وعلق عليه القصة إجمالا لما ذاب إلى عمر بن الخطاب فقال له امرأتك طالق إلى أربعين عاما قال لماذا قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وذكر حديث موضوع قوة داخل هذا الغلاز الرواية وقال له لما سألنا رسوله وسلم عن الحين فقال إن آدم كان منجدل في طينته بين الطين وبين الخلق أربعين عاما يعني حتى ذكر قصة داخل قصة فلما ذاب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له امرأتك طالق إلى سنة وسما سنة زراعية لماذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها طبعا الرجل أسقط في يده فلما ذهب على باب المسجد قابل علي رضي الله عنه فقال له إن أصحابك قالوا كذا وكذا وكذا فقال له لا امرأتك طالق في هذا اليوم فقط واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين هنا معناها جزء من اليوم يعني يوم النهر أو الليل فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قالوا لك قال كذا وكذا وكذا قال عليك بقول علي فإنه أيصر لك شيء مضحك وشيء مذهل طبعا هذه كيف تنتقد هذه القصة النقد الأول أنه لم يثبت أن اجتمع الخلفاء الرشدون الأربعة في فتوى واحدة هذا أول شيء كتب الترجم موجودة الأمر الثاني هل يفتى في مسألة عن الطلاق ورسول الله حي بينهم هل يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى غيره هذا الأمر الثالث أبو بكر الصديق رضي الله عنه معلوم أن فتاواه تعد على الأصابع وربما لم يفت بالمرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديفه قليلة هو مقل في الرواية والكتب التي ذكرت حياة أبو بكر الصديق موجودة الأمر الآخر النقد الفقهي طبعا هذا التفسير من الصحابة يدل على جهل وفيه مغمز طعن للصحابة الكرام في قمة وهم الخلفاء الرشدون الأربعة كيف دكتور أولا عند الفقهاء من قال لمرأته أن تطالق إلى حين أو إلى زمن يرجع هنا إلى نيته كما قال الإمام السرخسي من الحنفية من الأحناف يرجع إلى نيته ماذا يريد بهذا الإمام النووي من الشافعية قال في كتابه منهاج الطالبين أن من قال لمرأته أن تطالق إلى حين أو إلى زمن طلقت على الفور الإمام السرخسي في كتابه المبسوط قال يرجع إلى نيته وهو من الحنفية من الأحناف والإمام النووي رحمه الله من الشافعية إذن عند الفقهاء هذه المسألة مطروحة هل جهل كبار الصحابة والقلفاء الرجلين الأربع لا في حد من الفقهاء فصر الحين كما جاء في القرآن ما فصر حتى هذا تفسير خاطئ من حيث أن الحين ذكر في كل موضع من الموضع لا يقصد به فترة زمنية محددة مثلا لما قيل فآمنوا فمتعناهم إلى حين أي طائفة بشرية هل أنها تمتع إلى يوم القيامة أم إلى أجل في علم الله تبارك وتعالى سبحانه صحيح الأمر الثاني حينما تقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ألا توجد بعض الأشجار أو بعض المزرعات يمكن أن يكون هناك حصاد في كل شهرين أو في كل ستة أشهر صحيح إذن هذا التأويل الخاطئ وإذا رجعنا إلى التفسير لا علاقة بتفسير هؤلاء طبعا كما جاء في هذا القصة وأنا أؤكد المكذوبة المختلقة التي تطعن في علم الصحابة وفيها مغمز طعن في الخلفاء الرشدين الأربعة والذي يردد هذا بيقين هو إما غير عالم وإما غير فقيه لأنه لو كان يشم رائحة العلم الله يتقل بشكل ومنتشر لو كان يشم رائحة العلم لو وقف عند مسألة الفقهية في مسألة الطلاق إلى حين لا يمكن أن يكون الصحابة جهلوا مثل هذا الحكم الفقهي وهم كبار الصحابة وبعدين الشيء الغريب هل كان يفتع بمثل هذه البسائل ورسول الله حي حينهم صلى الله عليه وسلم أحسنت بارك الله فيك يعني قصة أيضا تلوكها الألسنة وهي منتشرة أيضا نود أن نتعرف على صحات هذه القصة ومدى الصواب والخطأ والحلال والحرم فيها والدس والقطع في كبار علماء الأمة مالك بن دينار يعني كما تقول بعض الكتب هذا سكير عربيد رأى رؤية هناك أفعى وابنته كذا فذهب إلى ابنته أنا أود أن أستجلي منك القصة وهل كان مالك بن دينار فعلا متزوج وينجي بابنك وهل كان سكيرا عربيدا بالفعل القصة موجودة أو غير موجودة نعم القصة ذكرت في كتاب اسمه التوابون لابن قدامى وفي الحقيقة هذه القصة ذكرت بغير سند لكن بعد التحقيق لا حرج أن يكون حقا كل القصة كما بدأنا في البرنامج القصة أنه كان جنديا سكيرا عربيدا يشرب الخمرة ثم بعد ذلك تزوج امرأة وأنجب منها بنتا وهذه البنت كانت توقظه كما يقال لصلاة الفجر وبنت طيبة ثم ماتت هذه البنت ثم رأى في نومه أن القيامة قامت وأن هناك ثعبان يجري خلفه يريد أن يأكله وأن البنت كانت تقف على جبل قصة خرافية واحد زار كان في خيال فيريد أن يتخيل هذا المهم أنه قام بعد ذلك من نومه وأعنى توبته إلى آخر القصة وأصبح مالك بن دينار هذا القطبل صفي الجميل مالك بن دينار نعم أصبح بعد ذلك من كبار الصالحين أولا مالك بن دينار ولد في زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خلي بالك معي هذا انتقاده قد القصة نعم الشيء الأول الشيء الثاني أنه سمع وحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ومن التابعين الذين نقل عنهم العلم محمد بن سيريم وسعيد بن جبير فهو من صغره كان صالحا تربى بين أيدي التابعين وسمع من بعض الصحابة كبار السن إذن من مهده وهو رجل صالح وكان يعرف عنه الورع وقراءة القرآن وكان كاتبا للقرآن وكان زاهدا وهو تابعي ثقة عند علماء الحديث الأمر الآخر مالك بن دينار لم يتزوج ولم يكن عنده بنت بالتالي فبالتالي الذي فبرك هذه القصة يعني جاء بخيال عجيب هو إن كان يحلم ابن تيمية متزوج وقال لابنه كذا وكذا والضبط وابن تيمية للعلم حتى كان من العزاب لم يتزوج فهذا القصة إن كانت صحيحة نقول أن هناك بعض الشبه لرجل آخر هو الفضيل ابن عياض هذه زكارة الإمام الزهبي رحمه الله أنه كان قاطع طريق قاطع طريق ليس سكر نعم الفضيل ابن عياض كان قاطع طريق وكان له موعد مع جارية يعشقها فلما ذهب إليها سمع قارئ أن يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فخشع قلبه وقال الآن الآن آنا يا ربي ثم تاب إلى الله هذه قصة مذكورة تنسب الفضيل ابن عياض ثم ذهب إلى مكة وجاوى بحرمش أما مالك بن دينار معناها موجودة في كتاب التوابون يا دكتور موجودة في كتاب التوابون لكن بغير سند بغير سند لذلك لما رجع إلى السند الآن ورجع إلى مالك بن دينار نفسه في كتب التراجم التي تحدثت عن الرجال علم الرجال وعلم التراجم نعم لما رجعنا إليها وجدنا أن مالك بن دينار رحمه الله هذه كانت سيرته كان شابا صالحا منذ صغره طالبا للعلم تابعي ثقة وهو أيضا من المحدثين ممن يحدثوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عن أنس بن مالك وعن التابعين الذين ذكرت بعض أسمائهم أحسنت أنا أود أن أدف إلى سيد بن عمر بن الخطاب ووأد ابنته وأكله تمثال العجو الذي كان يصنعه وضرب أخطه قصص عجيبة لكن بعد هذا للتصال هاتف أخونا حسين من أبوظبي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدزاكم الله خير على هذه البرامج الطيبة بارك الله فيك إن شاء الله اتفضل سيدي الله يبارك فيك السؤالي للشيخ لو اتكرمت بخصوص بارك الله فيك القصاصين بعلم حكم أن عنوان القصاص كذب القصاصين يعني قصة مالك ابن دينارة أنا سمعتها برضو من مشايخ بدون ذكر أسامي نسمع المشايخ كثير هذه القصص اللي هم القصاصين فشو الحكمة بارك الله فيك شيخ من القصاص لما يروي هذا الشيء فهل هو والعلم عند الله يعني في اعتقاد أن هذه القصة متأكد منها أنها مثلا غير صحيحة ولا يعتمدون على الأحاديث الضعيف هذه النقطة المختلفين فيها نريد أن نعرفها بس عن القصاصين بالذات يعني شو الاستفادة يستفيدها القصاص وعارف أن القصصة هذه غير صحيحة معه من علم له مثلا يكون إمام مسجد والله أحسنت والله أحسنت يكون علم ولهذا سألت دكتور خالد حسن النية يكفي يا دكتور حتى في هذا بعضهم بعض من من يتصدون للوع أشكرك أخي حسين بارك الله فيك بعض من من تصدون للدعوة لهم سحر الكلمة وهنا مكمل الخطر سحر الكلمة إن من البيان لسحره له سطوة على القلوب من طريقة بيانه وعرضه فالناس تتأثر بأسلوبه وتجعله إماما ثقة بينما هو في الحقيقة ليس بعالم لأنه لو شم رائحة العلم وكان قد تعلم لحقق المسألة لحقق في المسألة ولا يكون بسموك حاطب ليل الذي يجمع كل ما يلقى وبالذات هناك مخالفات صارخة لصلب هذه الأحكام الشرعية فلا ينبغي أن تقال الحكمة من القصاص فيما يذكرون ترقيق القلوب هذا طبعا أول شيء الأمر الآخر معذرة كما يقولون هم يعني فسل الشرع لا نأخذ الشرع بترقيق القلوب هناك قرآن وصنة لا حرج أن نرقق القلوب ولكن بطريق صحيح وفق الكتاب والسنة بما ورد في كتاب الله والسنة الصحيحة وفيها ما يغنينا وما يكفينا عمان إلى عمان أخونا الكريم يوسف مرحبا سيدي ألو أخي يوسف من عمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال الحمد لله نعم الحال بس لو سمحت بغي الداخل شوية مع الشيخ فضل بما أننا اليوم في يوم عشوراء ونستذكر قصة سيدنا الحسين أيضا نذكر في بعض الروايات يقولوا أن جيش يزيد بن معاوية دخل إلى المدينة المنورة واشتباحها وأيضا اختصبوا حفيدات أو بنات الصحارة هل هذا الكلام صحيح؟ حاضر بارك الله فيك شكرا إلى سويسرا أخونا بعبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل سيدي أريد أسأل الشيخ لو سمحت كثير من البرامج التي نراها اليوم في الفضائيات التي تورد السنة كأنها قصص ألف وليلة وليلة صح وتزعل هذه السنة كأنها مداراتا لحديث فقط ولكن هل ترى من الواجب على علماء اليوم أن ينزل السنة منازل الواقع وينكروا على حكام الظلم من الأمراء وغيرهم ما يفعلون بالأمة ويردون في ذلك أن يتخندوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة الذي قال فيه أجارك الله يا كعب بن عجرة قال ممن يا رسول الله قال من إمرت السفهاء قال وما إمرت السفهاء يا رسول الله قال أناس لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي ومن أعانم على ظلمهم وصلتنا رسالتك سيدي بارك الله فيك أخي عبد الرحمن وصلتنا رسالتك سيدي نأخذ اتصال آخر سلام عليكم نأخذ فصلا ونصل مرة ثانية دكتور خارد مشاهدين الكرام مستمعنا العزاء هل كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وأدى ابنته ويتنفذ الطرابة من على لحيته كان يصنع تمثال من العجوة وهو يعبده قبل أن يسلم ويدخل في الدين الحنيف وإذا جاع يأكله وأما حقيقة قصة المرأة التي لم تجد شيئا تتصدق به فقصت شعرها للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاس وهو في إفريقيا فأخذ شعرها سعد وذهب إلى الحرب وقبل صدقتها فاصل ونواصل كونمان موسيقى 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 شعرين الكرام من نجدد لكم التحية في برنامج من يكتب التاريخ بوضوعنا أكاذيب القصاص والدعاء ضيفنا الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الدكتور خالد عبد العليم أرقامنا على الشاشة تواصلوا معنا تواصلكم سروا نجاحنا أهلا بكم مرحبا بحضك مرة أخرى مرحبا حياكم الله يخبرني يا خضر عبد المخرج البرنامج هنا لك صديق لك اسمه هلال من مصري يقريك السلام وعليك وعليه السلام أهلا بك أخي هلال مرحبا أنا أود أن أدلف إلى موضوع بالفعل لسيدنا عمر بن الخطاب يعني مرة ورد عنه أنه مرة كان يجالس بين الصحابة فبكى وضحك فسألوا عن سر الضحك والبكاء قال يعني بكيت لأني تذكرت حينما وقم بوأد ابنتي وكانت تنفط التراب من أعلى لحياتي وضحكت لأني كنت أعبد صنم جهلية من عجوة فإذا جعت أكلته القصة سليمة أو غير سليمة ولماذا؟ هذه القصة بعد عناء في البحث في كل مصادر بالضبط ومشهورة عبر الإنترنت ورغم عناء شديد في البحث عنها لم توجد في أي كتاب ولا في أي مصدر حتى في كتب بعض الرقائق وبعض كتب الأدب ما ذكرها غير العقاد معذرة لأنا أختخلنا مكلمة من رواندا تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم جاء مرحب أخي محفوظ من رواندا نعم 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 أهلا بكوا بكل رواندا سيد تفضل نعم تفضل أخي سؤالي فضل الشيخ معرشي في صحابي كان يسمى تعلب أعتقد وكان حتى يلقب بأن حمامة المسجد فسائب السلام أن يكون له مال فأعطاها مال وغنم لما كثل هذا المال فترك السلام ما دل نسمى بالقصة ما دل حاضر تود أن تستوثق من صحة القصة حاضر سيد وفيك بارك شكرا لك تفضل دكتور خالد خصي نعم فيما تعلق بهذه القصة أن سيدنا عمر كان جالسا فضحك ثم بكى لا توجد في أي مصدر من مصادر التاريخ ولا في حياة الخلفاء الرشدين الأربعة في ما تعلق بحياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكرها في كتابه هو عباس محمود العقاد في كتابه عبقرية عمر ولا ندري ما سند هذه القصة كتب السيرة لا أساسا لا توجد بالمرة هذه القصة بعد عناء في البحث ليس لها أصل ولكن نحن حينما نفند هذه القصة بالنقد العلمي حسب أصول علم الحديث وحسب الأصول الفقهية بالجرح والتعليل نعم المتن والسند أحسنت إذا نظرنا إلى متن هذه القصة الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته الكبرى هي حفصة ويسمى يكن بها أبا حفص أبا حفص وولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات فلماذا لم يأد ابنته الكبرى هذه واحدة الأمر الثاني أنه ليس في بني عدي الذين ينتسب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأد البنات بدليل أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنه وزوجه سعيد بن زيد بن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يعلم في هذه القبيلة أو هذه الأسرة وأد البنات هذا أمر ثاني الأمر الثالث إذا نظرنا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج مرأة وهي أخت عشمان بن مضعون رضي الله عنه هذه المرأة اسمها زينب بنت مضعون هي كانت التي أنجبت له حفصة وعبد الرحمن وعبد الله كل من تزوجهم عمر بن الخطاب في الجاهلية وفي الإسلام معروفة أسماؤهم ومعروفة أولادهم أولادهم ولم يذكر بالمرة أنه كانت له بنت فوأدها حتى تقول القصة وأد ابنته ما ذكرت ما اسم ابنته هذه بالضبط مجهولة ولو كانت معلومة لذكرت حتى من باب التنويه إليها ولكن لا يوجد بالمرة في حياة عمر بن الخطاب أي ذكر لوأد هذه البنت أو أن له بنت موؤودة هناك دليل آخر في حديث صحيح يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بريء من تهمة الوأد هذا الحديث أن عمر بن الخطاب سئل عن قول الله تبارك وتعالى وإذا الموؤودة سئلت هذه الآية في سورة التكوير طبعا الحديث هذا يروي النعمان بن بشير فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قيسو بن عاصم وقال يا رسول الله إنني وأت في الجاهلية ثمان بنات عند ثمان بنات قيس بن عاصم وأدازي البنات طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم أعتق عن كل واحدة منهن رقبه طيب لو كان عمر بن الخطاب وأدى ابنته لكان من باب أولى أنه سأل عن نفسه أو أنه كفر عما وأدى من بنت وأدها في الجاهلية إن كان هذا صحيحا الأمر الآخر إذا قلنا أن هذا في الجاهلية فلا يعنينا الإسلام يجب ما قبل في مرحلة الجاهلية مما كان من حياة الصحابة لأن الإسلام يجب ما قبل لكن مثل هذا القصص فيه إذن هو بالفعل ما هو وعد ما الهدف الخبيث هو في مغمز للطعن في هذه الشخصية الإمام من خلفاء الرشيدين الأربعة هو من هو الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالفتوحات التي كانت في عهده ودخل الناس فكانت هجرته فتحا طيب هذا ابنته العجوة تمثال العجوة ومعروف عن شيء بالجزيرة كانوا يعبدون الأصناع هي نفس القصة لأنه ضحك وبك ما أكل العجوة الذي قيل في هذا يقال في هذه لأن القصة فيها السخرية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي على فكرة منتشرة في كثير من نواء منتديات الإنترنت وهنا ثقافة إنشر تؤجر هذا من أخطر ما يكون عليك بنصرة رسول الله بكبسة زر نقول لمن يريدون الثواب الكبير العظيم مع عدم المجهود أو عدم التدقيق اتقوا الله تعالى فيما تذيعونه فهذا كله بعثر لجهود أهل السنة في غربالة التاريخ وفي غربالة النصوص الشرعية نعم وبالذات ما يطعم في أئمة هذه الأمة من الخلفاء الرشيدين الأرباح نعم جميل مشاهدين الكرام نرحب بأسراتكم وستفساراتكم موضوعنا أكاذيب القصاص القصص الإسلامي أو في السيرة التي انتشرت على ألسنة الدعاء وتلوكها الألسنة صباحا مساءا وهي غير حقيقية بالمرة تواصلوا معنا أكاذيب القصاص على أرقامها واتفنا يعني من القصص الشهيرة أيضا دكتور خالد أقولها بعد هذه الاتصالات الهتفية السلام عليكم ألو السلام عليكم أخو عمر من أمريكا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك والله وصلني إيميل عن قصة هي قصة حديث صحيح يقول إيميل إنه حوار طويل جدا بين إبليس لعنة الله عليه والرسول صلى الله عليه وسلم ويحكي إنه يعني أتى إبليس ونادى ورسول الله عليه وسلم قال من المنادي كي إلى إبليس والحوار يعني أقل شيء صفحتين يعني يعني نريد أن تسأل حقي دكتور خالد هذا الحوار هذا منتشر أيضا في المنزلات عبد الأخي وعمر شكرا أخي وعمر من أمريكا وحصلتك الله ينطبكم في الله يعني يا أخي أحبك الله لذا ابتدنا فيه بوركت وبورك من حولك لا يتنسى من صالح دعائك حافظك الله نأخذ التسأل آخر معذرة تفضل معذرة التي تصلت تترى التسأل آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا عفوا أم أحمد من القاهرة يا مرحبا سيدتي تفضل الحقيقة أنا يعني أنا عادة في اندهال شديد جدا من يعني هذا الكلام الرائع اللي بسمعه حتى فابلت الشيخ بقول لعلي اسمه خالد يكون سيف الله المسلول لأنه صُلت منا الدين هو سيف الله المسلول خالد بن الوليد يعني عليه رضوان الله يعني هو مسلول بإذن الله تعالى في الدعوة لكن هذا ما خصص المصطفى عليه السلام لأحد أصحابه نعم ففضل يعني لعله وعسى إن شاء الله بإذن الله يكون على يد ويدي غيره إن شاء الله من الشيخ الأفاضل أنه إحنا نقدر سعلا نكتشف الحقيقة سؤال أستاذ الدكتور الحقيقة يقول لنا بشكل موجز نحن الضعب إزاي نبحث سعلا عن هذه الأكاديد وإزاي واحدة زي مثلا بتعطي في مسجد أو بتعطي لمجموعة اللساء إزاي تستكشف الخطأ من الصواب يريد يفهم لشان هذا الخير يعم على الجميع برق الله فيك وأكثر الله من أمثالكم وجزاكم والسلام عليكم وجزاية الخير والبركة أختم أحمد حفظك الله ورعاكي يعني أنت على ثغر حينما تعلمين النساء بالمساجد بورك فيك وفي جهدك اتصال آخر السلام عليكم أخي أبو لوت من السعودية خفوا صوت التلفز بعد الشيء سيد لو سمع رضي الله عنه اتفضل حضر سيد محمد حضر لك الخير حياك الله وحيا الله الشيخ حياك الله ومياك أنا أريد أن أعرض عليكم المشكلة من حيث أنه يكون يدافع عنه لأن هناك من يأخذ القصة ويأخذها ثقة خلاص فأريد أن أدرج لكم مثل حتى يتضح المقال فعندنا في كتاب الله لا يقول الله عز وجل البتة البتة فاحشة اللواط وعندنا في الحديث أيضا البتة لا يوجد حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاحشة اللواط أن ينعت الفاحش دائما قوم لوط قوم لوط لا يقول الله عز وجل اللواط فعلا قوم لوط يقول هذا لوطي وهذا كذا نسبة إلى سيدنا لوط نفسه لا تقال لا تقال في الكتاب ولا في السنة أحسنت ويدعي شخص أنه من أهل السنة فإن ادعيت أنك من أهل السنة أنا مجبر أن أصدق أن هذه الكلمة في كتاب لا وفي سنة رسولي فبعد بحث شديد وجدت أهل النصارى وخصوصا عندكم الأقباط عندهم آل لوط أنجات يا شيء محمد فإن خال القرطي هذا لوطي أي نجس في الكلور فعلا من المصر لأن بنات لوط عليه السلام سكر وفعل فيهم الفاحش حاشا في كتاب المحرّف فللأسف هناك مسلمين يقولونها بكل سناجة فأريد من الشيخ جزاه الله خير أن يحذر من هذا الأمر وأن نكون فعلا من أهل السنة حاضر شكرا سيدي بارك الله فيك أخي بلوت إلى مصر أخونا محمد سلام عليكم أيها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا سؤالي بسيط بعد إذن حضرتك هل النبي عليه الصلاة والسلام صحر في قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صحر وأنه كان بيهيأ له أنه هو يأتي الشيء ولم يأتي نعا وقل على مشاطة من شارف بئر ذروان على يد الأبيد بن الأعصم أيها فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان صحيح ألا أقدر بينا نجمع العلماء المسلمين يجتمعوا ويضعوا الأحاديث الصحيحة على المدة عشان الواحد يبقى يعرف يراها عشان يعرف يعني ما ينفعش أن أنا أفتح 18 كتابة عشان أجمع أحاديث صحيحة وأعرف ده صحيح ده مش صحيح والله صدقت لازم تبقى فيه هل يوجد نوع من أنواع يعني العلماء المسلمين يجمعوا الأحاديث الصحيحة اللي هي 100% صحيحة وتوضع على النت حيريحة كتيرة نعم أحسنت بارك الله فيك أنا أضم صوتي إلى صوتك وهذه صرخة البرنامج الأحاديث الصحيحة لابد من تصحيحها والاتفاق عليها والقصص الصحيحة والسيرة الصحيحة والتاريخ الصحيح هذه صرخة البرنامج التي تزعمتها قناة الشريقة الفضائية مع اتصال آخر سلام عليكم أخي الكريم سامير من الشارقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييك يا أخي وحيي زميلي وصديقي وأخي العزيز الدكتور خالد مرحبا بارك الله فيك وأطلب منه سؤالا لو سمحت سؤالين هم السؤال الأول يا شيخ خالد في قصة الإسرائيل والمعراج كثير من القصص التي سمعناها وسيدنا موسى يراجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المرات أن يرجع ما سمعتك أخي سامير مرة ثانية مع ذرة سيدنا موسى بيراجع رسول صلى الله عليه وسلم عندما في قصة الإسرائيل والمعراج أن يعود إلى ربه ويطلب منه تخفيض الصلاة تخفيض الصلاة من كذا إلى كذا هل هذه قصة حقيقية أم غير حقيقية لأن كثير من الناس تشكك فيها السؤال الثاني للشيخ خالد أن كثيرا من أن يأتين إيميلات من أصدقاء ومن أحباء ومن ناس مجهولين كمان أحيانا ببعض الأحاديث وبعض القصص كيف أتأكد وكيف أفهم أو أعرف أن هذه قصة حقيقية أو غير حقيقية خاصة أنهم يطلبون أن ننشرها وأن لكي يعمل خير على الجميع وأن لا نكون بخلاء في عدم نشرها شكرا أن نجد لكم الله خير بارك الله فيك أخي سمير حفظك الله ورعاك والله أنا أضيف لهذا يقول تأثم إذا لم تنشرها وتأخذ مليون حسن أو مليون كذا وإذا ما صنعتها تأخذ مليون سائل دكتور خالد مسألة الرسائل الاسم معيس أو المساج أو الإنترنت أو الإيميل أو حتى الموبايل ما حكم الشرع فيها نتداول نرسل أم نرسل أم نحذف أنا أوجه نداء الآن لا ترسلوا أي رسالة تأتي عبر الهواتف ولا عبر الإنترنت بالمرة إلا أن تسألوا فيها العلماء وتتثبتوا قبل أن ترسلوها لأن أعداءنا عن طريق بعض المواقع العلمانية الإلحادية يسخرون من عقلية المسلمين فيبثوا قصصا موضوعة وأحاديث لا أصل لها وفي بعض المواقع أرسلوا معلومة وجدوا أنها أرسلت إلى أكثر من أربعين مليون موقع أو أربعين مليون رقم ضخمة نعم بسبب أنهم يعرفون المسلمون ينبهرون بمثل هذه القصص وهذه الحكايات وتجدها عبرت القرات الخمس دون أن يكلف نفسه وعناء السؤال أين الآية هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أختنا أم أحمد من القاهرة كيف نبحث أقول لها الحمد لله الآن بدأت صحوة هذه الصحوة ما كانت من قبل موجودة لا أوجه لنداء لعلماء الأمة وأقول الأمر أن يتم اختيار نخبة من العلماء الأقحاح والأكفاء على مستوى العالم الإسلامي بالكامل وتشكيل هيئة مستقلة تكون طبيعة عملها تحقيق التراث الإسلامي كله هذا ما ننادي به حتى يغرب للتاريخ الإسلامي فتخرج نسخة اتفقت عليها علماء الأمة بعد التمحيص وبعد التحقيق هذا في التاريخ ننحى فيه منحى الجرح والتعديل أما فيما يتعلق بالسنة الحمد لله هناك جهود جبارة حثيثة والآن أصبحت الأحاديث الصحيحة موجودة حتى على أقراص مدمجة وفي بعض المواقع فيستطيع أي أحد إذا أراد لكن أنا أنصح لا يكفي هذا عليه أن يرجع إلى العلماء أعلماء الحديث المتخصصين حتى لو أنه تثبت شهرا أعد شهر كامل يبحث عن صحة هذه القصة أو هذا الحديث يعني يا سيدي الأبطم وحمد جزال الله خير تقول كيف تبحث هذا ليس عملها بالفعل هذا ليس عملها البحث هنا يرجع إلى العلماء فنحن لسنا أهل التخصص في هذا فنسأل أهل التخصص بالنسبة لأخونا عشان أمر سريعا من رواندا الذي سأل عن حمامة المسجد سعلبة في قصة منع الزكاة هذه إن شاء الله أتكلم عنها بالتفصيل إن حان الوقت الآن أو في حلقة أخرى الحوار بين إبليس والرسول هذا نعم في أخونا عمر سأل عن هذا الحوار هذا الحوار باطل من أوله إلى آخره ولم يرد في أي كتب من كتب السنة وهذا الحوار فيه مخالفات كثيرة وأنا قرأته أرسل إليه وابعثت الرد عليه بالنسبة أخونا أبو لوت من السعودية أنا أؤكد أن مقاله صحيح لأن حتى الأحاديث التي جاءت تقول اقتلوا الفاعلة والمفعولة به وكان ينسب عمل أهل لوت لأن سيدنا لوت عليه السلام أحد الأنبياء وذكر في القرآن الكريم يعني نوع على المسألة اللغوية كونهم يقولون لوتي فنسبوا إلى سيدنا لوت وهذه نسبة خاطئة ونسبة غير صحيحة يقول من يصنع صنيع طوم لوت لأن سيدنا لوت عليه السلام نبي كريم ونزيه ويجب أن ننزه كل الأنبياء لأنهم معصومون بعصمة يعني ما ينبغي أن أقول لحد هذا لوتي؟ لا ينبغي أن يقال ولكن يقال يعمل عمل أهل لوت أو قوم لوت حتى الأحاديث نفسها كانت نزيهة في هذا الأحاديث بيّنت اقتلوا الفاعلة والمفعولة به لم يأتي هذا الوصف بالنسبة لسحر رسول الله السلام هذه تحتاج إلى تفصيل أولا الحديث زاء في صيح البخاري هذا الحديث موجود لم يكذب به إلا فرقة من فرق المسلمين هي المعتزلة أما بقية أهل السنة والجماعة فهذا الحديث إذا صحت نسبته وهو في صيح البخاري فالحديث نسبته صحيحة لكن يرجع الأمر إلى التأويل هذا يؤكد عظمة الرسول السلام في بشرياته أنه بشر ولكن الله تعالى عصمه حينما كان ينزل عليه الوحي فلم يختلط عليه شيء من أمر الرسالة إنما الأمر في الأمور البشرية الاعتيادية اتياني زوجته اتياني زوجته إلى آخره لكن فيما يتعلق بالوحي لكن والسعر بالفعل كما تحدثنا المصادر على يد لبيد بن أعصم على مشاطة من شعر في جهة ذروان ونزل ملكان أحدهم عند أخمص قدمي والآخر عن دراسي ما بالوصحاب قال مطبوب وعلى فكرة هذا سبب نزول سورة المعوذتان قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس كان من أسباب نزول هذا القصة بالنسبة لأخونا سمير من الشارقة بارك الله فيه الإسراء والمعراج في رجوع النبي والسلام إلى ربه بناء على نصيحة موسى فهذه ليست وصاية وإنما هذا خير لهذه الأمة أن هناك تخفيف والتخفيف إنما هو رحمة من الله تبارك وتعالى إنما لما سأل كيف أعرف فالأصل أننا نذهب إلى العلماء أنا ذكرت في حلقات سابقة خمسة من الكتب أهل السنة التي ذكرت الأحاديث الموضوعة يمكن منها ذكرت الألئ المصنوع أنا لا أعزين الموضوع أعزين الأحاديث الصحيحة وتنتهي القضية أحسنت الأحاديث الصحيحة الآن موضوعات كثيرة طبعا صحيحي البخاري ومسلم هذه لا شك فيها والآن توجد سلسلة للأحاديث الصحيحة في أقراص مدمجة يستطيع أي مسلم أن يقتنيها وأن يحتفظ بها وأؤكد هذا كله أيضا لا يغني عن سؤال العلماء أنت أحسنت في قضية بالفعل يعني الاعتماد على أمهات الكتب والعلماء التي اصطلعت عليها الأمة أحسنت البخاري ومسلم وما يعني لك من أمر فسأل أهل الذكر أحسنت بارك الله فيك أنا أضيف بالفعل حتى لا يدهمنا الوقت الموضوعات كثيرة جدا عندي ثلاثة شبان أمسكوا بقاتل أبيهم هذه القصة على الفكرة بالمناسبة قيلت معي معظم القصص قيلت معي وقرأتها وآتت إلي أمسكوا بقاتل أبيهم وأرادوا أن يقيموا عليه القصاص يقتلوا فقال إن لي كذا كذا وتذرع ببعض الحجج فأهد سيدنا عمر فقال من يضمنك فضمنه أبو ذر عليه رضوان الله والقصة معروفة بأن حتى لا يقال إن أهل المرؤة ولا وإن أهل السحاء ولا وذهب العفو من الناس فعفوا عنه أن أود القصة منكم والتعقب على هذه القصة أنت تعجب أن بعض اللقاءات من بعض الدعاء إذا نظرت في عيون من يستمعون من النساء والشباب وهم في عيونهم حينما تأثرون بمثل هذا الهراء والكذب غير الصحيح قل القصة غير صحيحة أن سلاسة من الشبان أمسكوا بشاب أو برجل كان قتل أبيهم فذهبوا إلى عمر بن الخطاب فسأله قال أنا رجل كان لي جمال فكان أبو هؤلاء الأولاد قتل جملي فأخذت حجر فقتلت أباهم فلما أمسكوا به أرادوا القصص فقال لعمر بن الخطاب إن لي كنز ولي أخ صغير فدعني حتى أعود إلى أخي ويأخذ الكنز وإلا ضاع أخي وضاع الكنز قال من يضمنك فنظر في وجه القوم قال هذا فأشار إلى أبي ذر فسيدنا عمر قال هل تضمنه قال نعم وأصبح بعد ثلاثة أيام والناس خائفة على أبي ذر أنه سيقام عليه الحد ما كان هذا الرجل الذي ول ثم جاء الرجل بعد ذلك ففرح الناس ونجى أبو ذر وقال إنني أحببت أو خشيت أن يقال ذهب العفو من الناس طبعا هذه قصة مفبركة وقصة خيالية وهي كذب فاضح أنا قرأت أيضا في إضافة هناما عاد قالوا لما عدت وكان حرير أن يقتل أبو ذر قال خشيت أن يذهب الخير من الناس إن أصحاب العهود ولوا ولوا إلى آخر فقال الناس وخشين أن يقول إن أصحاب العفو ولوا فعفوا عن الرجل العجيب ترى هذه القصة في الإنترنت هذه غير حقيقة هذه القصة لم توجد في أي كتاب بعدما بحثنا عنها لا ذكر لها في أي كتاب بهذه الصورة من أين أتت من خيال واحد يتخيل قصة ثم يسربها للناس وبعدين توجد الآن في شرائط وفي أقراص مدمجة وأحيانا في كتب وهذه المصيبة فالآن أقول أن هذه القصة ليس لها ذكر في كتب التراجم والحديث أصلا يرجع بقى لتفندها أولا هذه القصة لما ذكرت بهذه الصورة هل يجوز أن سيدنا أبو زر رضي الله عنه يكفل أحدا في إقامة الحد هل يجوز لأحد أن ينيب عن أحد في إقامة الحد هذا حكم شرع لا يجوز لا يجوز يعني في هذه المسألة سيدنا أبو زر رضي الله عنه كيف يقام عليه الحد من سيدنا عمر لجناية آخر للكفالة يقول أنا كفلت فلان في القيم عليه الحد هل هذا دليل أن الصحابة الكرام جهل دكتور معذرة إذن الدعاء الذين يلوكون هذه القصة بأنسانتين يعني جهلة بالفقه جهلة بالفقه وأنا أقول لم يشوموا رائحة العلم أمر خطير دكتور خالي لو شمنا عامة القصاص ليسوا علماء والدليل أنهم حتى حينما يقولون هذا الكذب فيصحح لهم خطأهم لا يقبلون الخطأ يكابرون لأنهم أصبحوا لامعين ومشهورين فيخافون أن يهتز عرش كبريائهم أمام هذه الشهرة الواسعة لكن لو كان عالما فقرأ هذه القصة نكتشف أن هذا دليل طعن الصحابة أنه أولا لا يجوز الكفالة في إقامة الحدود أولا الشئ الآخر لا يجوز لأحد أن ينوب عن أحد في إقامة الحد يعني سيدنا أبو زر قال أنا كفيل بإقامة الحد لا يجوز سيدنا عمر أن يقتله بالكفالة والأمر الآخر لا يجوز لأحد أن ينوب عن أحد في إقامة الحدود فإحنا لما نذكر هذه القصة ونجد أن فيها طعن لفقه الصحابة وفهم الصحابة للأحكام الشرعية معناها أننا قصة ظاهرها الوفاء والمروء والشهامة والعهود والوفاء بالعهود والعفو عند المقدرة بالضبط أن نتجد مثل هذه القصص وغيرها ينتشر دون أن يكلف أحد نفسه عنها البحث أو السؤال اسأل ولا تغتروا بشهرة من يقول ولكن تحققوا لأن هذا دين وهذه أمانة والله سائلنا عن كل ما نقول أو نخطه بكلمة أو نخطه بقلم لأنه يخبرني زميلة مخرج البرنامج خطر عبد المطلب أن الوقت يدهبنا لكن هناك بالفعل موضوع كثير قصة تلكها الألسنة أيضا ومشهورة تلك المرأة التي أرادت أن تتصدق بدرهم أو دينار لكنها لم تجد فذهبت إلى هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقص وقصت ضفائر شعرها وأعطتها له وقالت اصنعهما لجاما لفرسك وأنت تجهت في سبيل الله فأخذهما سعد وصنعهما لجاما وهذا كذا المرأة تصدقت بشعرها لأنها لم تجد درهم ولا دينار القصة مشهورة ومشهورة وموجودة في كتب التاريخ وفي غلام صغير وهذا الغلام قتل شهيدا وأكلته لا قل القصة فيها القصة ليس في ابن جريل رواها ابن الجوزي في صفة الصفوة ولكن لما ذكرها علق عليها تعليق يوهم بأن القصة غير مقبولة لو أرى هذه القصة في عابدات أهل الرقة تحديدا في الجزء الرابع في عابدات أهل الرقة لما ذكر هذه القصة قال قبلها في قصة شبيهة لها قال قلت أن هذه المرأة التي قصت ضفائرها إن فعلت هذا فقد غلطت لأنها فعلت ما نهيت عنه ولكن ينظر إلى قصدها خلينا نشوف القصة القصة أولا تنسب إلى واحد اسمه أبو قدام الشامي وللعلم أبو قدام الشامي رجل مجهود قل القصة أولا ما الحكاية كلها أن امرأة سمعت أن هناك من يحرد على الجهاد اللي اسمه أبو قدام الشامي فلم تجد شيئا غير ضفائرها فقصت ضفائر شعرها وقالت له خذ هذا هذه الضفائر فاجعلها قيدا لفرسك فلما أخذ هذا الضفائر شكرها ودعا لها ثم وجد غلاما صغيرا يقاتل مع الجنود فأعطاه سهاما من كنانتي قتل هذا الغلام شهيدا قبل أن يموت قال أبلغ أمي التي أعطتك الضفائر كذا وكذا طيب باختصار أنا دهمني الوقت معذرة لكن لعله يكون بابا للنقاش مفتوح مع مشاهدين الكرام أن يذهبوا للمصادر والمراجع حتى يكونوا يفوض التقارب معك أنا أريدهم أن يقرأوا وأن يبحثوا أقبل بهذا إذن لنوعنا القصة في الحلقة القادمة مشاهدين الكرام المرأة التي تصدقت بضفائر شعرها وهنا لك قصص أخرى أيضا مسألة طالع البدر علينا من ثانيات الوداع هل قيل هذا النشيط حقا في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما حقيقة العنكبوت الذي خيم على الغار أثناء هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورهنالك بالفعل حمام باض على الغار وانصرف عنه الكفار موضوعات كثيرة في الحلقة القادمة من يكتب التاريخ أكاذيب القصص أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفا الكريم أدعي الإستامي الكبير فضلت الشريخ الدكتور خالد عبد العلي شكرا لك سيدة على هذا اللقاء ونتقل في الحلقة القادمة بإذن الله يتعال بارك الله فيك مشاهدين طرحت عليكم موضوعات الحلقة القادمة اقرأوا وناقشون ومن عنده قصة ملفقة أو مكذوبة أو مدلسة فليأتي بها إلينا بقي أن أنوه إلى أنه استضافنا في هذا المنبر الأستاذ الدكتور محمد البرزنجي من قطر وهو عراقي الأصل يجلس في قطر قام بتصحيح تاريخ ابن جرير الطبر لمن أراد أن يرجع إلى كتاب في التاريخ محقق كل الشكر والتخدير لأصدقائي من الستوديو خضر عبد المطلب حسن عبد القادم من المتابعة والتنسيق ومن أمن الكاميرا محمد خارج حتى ضمن لقاء جديد مع التزوير وتدليس وتحريف وأكاذيب القصص نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته